نروح بقى للنادي الاهلي طبعاً النهاردة قاد التدريب ريني بايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي السويسي طبعاً وأولى اهتمام كبير جداً بلاعبي خط الوسط وركز على ضرورة التمرير بغزارة وبشكل سريع جداً ده فيلر طبعاً فوسط التدريب النهاردة بدأ المرام بتدريبات بدنية متنوعة نص ساعة بالإضافة لتدريبات مكسافة لحراس المرمى ركزت على سرعة رد الفعل وتغيير اتجاهات خصص فيلر فقرة خططية للعب الوسط وركز على التحرك بكسافة للأمام مع تمرير متقن للأجناح عمل تأسيمة في مساحة أقل من ربع الملعب طلب فيها من اللاعبين التمرير بغزارة وبشكل سريع فوسة زحمة يعني أوقف المران أو التأسيمة أكتر من مرة لعلاج الأخطاء في التحرك وبعدين عمل تأسيمة قوية سجل فيها مران محسن برأسه من عرضية رائعة من عمر السلي حسين الشحات أيضا سجل هدف حلو قوي قوي ومحمد مجدي أفشا سدد كرة جميلة جدا هدف أشاد بفايلر أوقف فيلر التأسيمة أكتر من مرة واختبر أكتر من تشكيل وطلب من لعب الوسط كثيرا التقدم للأمام يعني طريقة هجومية في الأداء وده اللي خل السلية يسجل هدف ويصنع هدف حاجة جميلة النهاردة قالها لهم بفايلر قال لهم لما أنا صفر أو المساعد بتاعي صفر أثناء التمرين حتى لو إحنا عاملين تأسيمة وإنت حتسدد أوقف ما تسددش طبعا هو هنا بيخلي اللعيبة يبقوا دايما مركزين معاها يعني دي حاجات المداربين بيعملوها عشان يخلوا اللعيبة دايما عندهم الاتزام اللي هو بيقولوا بكل تعليماته اجتمع النهاردة باللعيبة وقال لهم أنه هو متفائل جدا وقال لهم لازم تلتزموا حرفيا بكل تعليماتي وطالب منكم الحماس الشديد وأنه هو بيرفض أي طراخي من أي لاعب وقال لهم أنه كل اللاعبين بالنسبة لي متساويين وأنا هشوف الكفاءات اللي تستطيع أن تحمل مسئولية الفريق هي دي اللي هتأدي وهتلعب النهاردة أوقف المران زي ما قلت حالكم ثلاث مرات بسبب بطء الارتداد من اللاعبي الدفاع طبعا الأهلي بيستعد لمواجهة كان سبورت 14 سبتمبر الجاري في غنية الاستوائية في زهاب دور الـ 32 في دوري طبعا أبطال إفريقي على الجانب الآخر النهاردة برضو كابتن ساعد عبد الحفيظ قال أن مؤمن زكريا بدأ يتعافى من إصابته اللي بعدته شهور طويلة جدا وأنه هيسافر ألمانيا بعد أسبوع يعود هناك حوالي ثلاث أسابيع لتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ويعود للانضمام للنادي الأهلي على أساس أنه هو طبعا من اللعيبة المهمة والحقيقة هو فعلا اللعيب مهم مؤمن لكن الإصابة اللعينة أحيانا بتخلي اللاعب مش قادر يطلع اللي عنده عايز يلعب بس قدرته البدنية ما بتستجبش معاه نتيجة معاناته من أمر ما لازم يتعالج علاج كامل ومكسف عشان يقدر يؤدي بالشكل اللي هو مركبه في دماغه في أداءه البدني والفاني ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي آخر حاجة عندي أخبار سريعة متنوعة ترجمة نانسي قنقر